قال المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب النفيس عمدة الأحكام الذي جمع فيه أحاديث صحيحي البخاري ومسلم فيما يتعلق في الأحكام الفقهية قال في كتاب الوضوء باب المسح على الخفين ثم نقل فيه حديثين ما يتعلق باشتراط لبس الخف على طهارة وما يتعلق بمشروعية المسح على الخف أحكام المسح على الخفين كثيرة لكن الذي يجب عليك أن تعلم أنه مشروع وأنه روي عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء قال الحسن البصري روي عن سمعت سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وكان من آخر الأمر أن جرير بن عبد الله البجلي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفين وكان هذا الحديث يعجب الفقهاء لأن جرير بن عبد الله كان من آخر من أسلم من الصحابة رضوان الله عليهم فيكون المسح على الخفين هو آخر الأمرين ولا يعني ذلك أنه يجب المسح دون الغسل أو الغسل دون المسح فإن الله عز وجل أمرنا بغسل الرجلين فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم على الفتح على ما هو مفصل في كتب الفقهاء نقل المؤلف رحمة الله عليه عن المغيرة بن شعب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم قالوا هذا الحديث فيه مشروعية المسح على الخفين في السفر ومشروعية المسح على الخفين في الحضر قد ثبتت في أدلة أخرى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يعني في المسح على الخفين وللمقيم يوما وليلة فدل ذلك على مشروعية المسح في هذين الحالين لكن يوقت للمسافر ثلاثة أيام ولليهن وللمقيم يوما وليلة طيب من أين يبدأ التوقيت يبدأ من أول مسحة قالوا وفي الحديث اشتراطوا كمال الطهارة قبل لبس الخفين وقد ذكروا في هذا الباب بعض الشروط المطولة كأن يكون قائما بنفسه كأن يكون ساتر لموضع المسح واشترط بعضهم أن لا يكون مخرقا والصواب الذي رجحه أهل العلم مشروعية المسح على الخف المخرق وذكروا أيضا صفة المسح على الخفين يبدأ باليمين ثم بالشمال بأي وجه تحقق المسح فهو مسح لا يشترط أن يعمم المسح على الخف كله أو أن يعمم الأصابع كلها في المسح والله أعلم